بس نسمع رأي روي ألميدا عن هذا المدرب روي ألميدا المساعد السابق لجوزبالو بريرا المدير الفني لنادي الزمالك يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور شكرا جدا على الصفة جميلة طيب قبل ما أخش على المدرب الملشح لتدريب النادي الأهلي لازم الأول أسألك عن جوزبالو بريرا المدير الفني اللي كنت بتشتغل معه قبل كده مع نياد الزمالك رأيك إيه في فترته الحالية مع نادي الزمالك لو كنت متابع للنادي الزمالك شفت بعض المدربين البرتغاليين الكويسين جدا في مصر بس شفت بعض المدربين فقط من مدربين الزمالك وشايف إنهما مدربين كويسة ليه مش موود الفترة دي مع جوزبالو بريرا مع نادي الزمالك أنا بقالي حوالي سبع سنين مش مع بروفيسور فريرا أنا مشيت لما كنا الأبطال مع الزمالك ومعدي قاعدت في البرتغال فترة طويلة وعلشان كده بقالي حوالي سبع سنين مش مع كوتش فريرا النادي الزمالي اليوم تقارير الصحفية برتغالية وأيضا مصادرنا الخاصة بتقول إن ريكاردو سواريس هيكون هو المدير الفني القادم ليه النادي الزمالي أنا أعظم أن دلوقتي الحاجات الكويسة من المدربين البورتغاليين حاجة كويسة جداً لأن هما بيقدروا يوروا الناس أو يظهروا الحاجات بتاعتهم وطبعاً كوتش ريكاردو واحد من الكوتش الكويسة جداً بقاله كتير جداً بيدرب وبيدرب الناشئين بقاله فترة طويلة إيه أكتر ما يميزه كمدرب في رأيك فنياً في الملعب هو مدرب هجوم مدرب دفاعي مدرب يشتغل مع شباب والناشئين مدرب يقدر يستطيع يفوز ببطرات هل تتوقع نجاحه مع النادي الأهلي يكونوا أول مرة يخرج من البرتغال يدرب في مكان آخر؟ هذه أول مرة في عالمين هو يدرب حد برا البرتغال بس هي طبعاً حاجة جديدة جداً لأن كوتش ريكاردو كان واحد من الكوتش الكويسة من البداية كان دايماً بيدرب الناشئين وكان هو اللي كان بينشئ الفرق الكبيرة وطبعاً هو كان واحد من الناس اللي كان بيدرب العيبة أو كان بيعد العيبة علشان يدخلوا في المنتخب البرتغالي وطبعاً هو شيء كويس جداً أنه هو ممكن يدرب واحد من أفضل النوادي أو واحد من أفضل اتنين نوادي في المصر رؤية الميدة المساعد الصابق ليش دوالدو فريرا المدير الفني الحال نادي الزمالك أنا بشكرك شكراً جزياء على هذه المدخلة طيب